اشتركوا في القناة ايام اخر اذا هذه الاية تبين عذرين اثنين العذر الاول هو المرض والعذر الثاني هو السفر المرض فصل فيه العلماء فبينوا انه هو العذر الذي او المرض الذي يخاف معه الصائم ان يزيد مرضه او يتأخر برؤه او ان يقع له الهلاك ان جمع بين مشقة الصيام وبين مشقة المرض ثم ايضا الحق به الشيخ العجوز لانه لا قدرة له على الصيام والحق به ايضا المرأة الحامل والنفساء والمرضع والحق به ايضا الانسان الذي يخاف على نفسه الهلاك انسان صائم وفي لحظة من لحظات النهار ادركه جوع شديد او ادركه عطش شديد يخاف معه الهلاك جزله في هذه اللحظة ان يأخذ ما يحافظ به على نفسه والعذر الثاني هو الصفر ان يكون الانسان مسافرا بالشروط التي ذكرها العلماء للصفر ان يكون صفرا بمسافة القصر التي تتجاوز في زمننا هذا حوالي 83 كم وان يكون بنية خالصة وان يخرج له هذا الانسان بنية صادقة ويعني انه صفر مباح وليس صفرا في المعصية فهذين الاساسين هما اعذار الافطار اما المرض بكل تصنيفاته واما السفر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة